موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج لقاء الراي للحديث عن آخر المستجدات اليوم معنا النائب الدكتور جمعان الحربش اهلا فيك دكتور اهلا فيك ونقدر لك التزامك بالموعد رغم هذا اليوم الطويل المتعب يعني نشكرك على حضورك دكتور شرف اكون معاكم بداية دكتور استقال الوزير هل هذه الخطوة من الوزير ان يستقيل وهو على المنصة تعتبر مفاجأة لكم لا اعتقد انها كانت مفاجأة كان عندنا توقعات بالاستقالة لكن توقعاتنا كانت بالاستقالة قبل صعود المنصة لما يتحقق من تقديم الاستجواب لكن في النهاية الاستقالة سواء استقال الوزير بنفسه او المجلس كان سيقيله لان تم تقديم الطلب يعني اعلان الوزير استقالته على المنصة لا يحول دون تقديم الطلب لان الاستقالة لم تقبل وليس وما زاله وزير حتى ما اعلانه هذه الاستقالة لذلك حددت جلسة للتصويت على طلب طرح الثقة اهم من قضية استقالة الوزير كان في توصيات مهمة المشكلة في كل استجوابات ان الوزير يروح واللي تحته واللي ورطه والوزير واللي وقعت عليهم تجاوزات وملفات خطيرة اليوم كشفها الاستجواب ستبقى هذه الملفات اذا ما تمت معالجات حقيقية هل ستقومون بمتابعة هذه الملفات الخطيرة كما تقول ومن ضمنها ملف التأمينات بنفس القوة والضغط لمتابعة هذه الملفات والفساد الذي فيها بالتأكيد عندنا توصيات مهمة وقرارات مهمة كانت متخذة وانا اعتقد اي وزير جديد الان هو امام مسئوليات هذه فرصة كل وزير الان سيتولى وزارة المالية اطلع على حقيقة التجاوزات الموجودة والملفات اللي فتحها النواب واللي التعلق بمليارات تم فقدها او تم اهدارها وعبث استمر فترة طويلة احنا رايحين بالتجاهين نحمل وزير الجديد المسئولية نقر توصيات بقرار من المجلس وعلى الوزير البدء باتخاذ هذه الاجراءات حتى يثمر الاستجواب هو الهدف من الاستجواب ليس محاسبة وزير سياسيا فقط وانما الاستجواب يوجه ويسلط الضوء على فساد في مؤسسات تتبع وزير المالية وزير مالية دولة الكويت تتبع امبراطورية تتبع هيئة الاستثمار تتبع التعمينات تتبع جهات عدة تتبع المشروعات السياحية يتبع قانون المبادرات اللي اقر اكثر من مشروع وكانت محاور الاستجواب لكن بالتأكيد ليست نهاية المطاف هي الاستجواب مع هذه التجاوزات ليس المقصود الآن تصفية حسابات مع اشخاص لكن ايضا الوزير لا نريد فقط ان يدفع الثمن السياسي هناك اطراف اذا ثبت هذه التجاوزات يجب ان تحال النيابة ويجب ان توقف الآن عن العمل حتى ينتهي التحقيق نعم دكتور في مداخلة للنائب عدد بن الصمد تساءل فيها هل الوزير الشمالي هو المسؤول عن كل الفساد في البلد يعني الحين باستقالة الوزير ورحيله هل سينتهي الفساد بالكويت والى اين ستتجه الكويت طبعا عنوان انتهاء الفساد لن ينتهي الفساد حتى يوم القيامة هذا صراع قدري وازلي لكن هذه كلمة حق لن تؤدي الى حق وانما ستؤدي الى باطل كل ما حسبنا وزير قالوا لنا طيب اذا سقط الوزير انتهى الفساد وغيرها الوزير هذا هذا مثل من يقبض انا لا اقول ان الوزير لص لكن اضرب مثال من يقبض على لص يتسور منزل فلما يقبض عليه يقول يا اخي ما لقيت اني لان الحرامي روح امسك مية حرامي غيري طبعا هذا غير مقبل هذا الكلام انا اعطي بعض الامثلة ان اردتم ان ندخل في ما حدث اليوم معلومة خطيرة اليوم كشفها المستجوبون مشروعات سياحية خطاع حكومي منح اراضي قيمتها على البحر واحد تسعين الف متر مربع نعم هذه الاراضي الواحد تسعين الف متر مربع قيمت من ثلاث جهات ان القيمة السوقية للمتر الواحد من اربعين لخمسة واربعين دينار انا بسأل شختي الان والمواطنين يسمعون كم قيمة هذه الامتار لما وقعت العقود مع شركات نعم مية وخمسة تين فلس من اربعين الى خمسة واربعين دينار قيمتها السوقية الى مية وخمسة تين فلس الاراضي فيه صبحان تؤجر بديناره سبعمية وخمسين الاسبوع هذا اللي احنا فيه تم رفع اسعار اجار الجواخير على بعض اصحاب شركات الاغنام الى الف دينار في الشهر بالتأكيد هذه فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولكن دكتور يعني فقط هذه الاراضي يعني من يعني يأجرونها باسعار بخيصة يعني هناك ايضا يعني اراضي اخرى اجرت باقل من الفلس ايه طبعا احنا نتكلم اليوم عن مسؤوليات وزير احنا فتحنا ملف وزير انا مثل ما قلت لشختي هذا ما يمنع اليوم اذا نتكلم عن تجاوزات وزير يمكن تكون في تجاوزات اخرى لكن الامانة هذا الاستجواب ذهب الى قلاع لم يذهب اليها احد في السابق نعم عادة الاستجوابات لما توجه الوزير المالية تروح لهيئة الاستثمار فقط نعم هذا الاستجواب ذهب لمشروعات السياحية ذهب الى التأمينات تأمينات تدير 45 مليار يتعلق بحقوق ومال عام للمواطنين الكويتيين وفتحت ملفات مثل شراكة التأمينات في جلوبل شراكة التأمينات في جلوبل تأمينات استثمرت في فترة من الفترات 7 ملايين 800 الف دينار في جلوبل 7 ملايين 800 الف دينار اربحت لين وصلت 250 مليون دينار نعم تفعت 7 ملايين 800 30 مليون 50 مليون 100 مليون 200 مليون 250 مليون أي تضاعفت اكثر من 200 مرة ما باعت تأمينات للأسف ثم تنازلت 250 200 150 100 صفر ذهبت هذه الاموال الان طيب ليش ما بعتوا انت تشوفوا الشركة تنهار نعم هذا الضخ اللي تم في جلوبل وجلوبل يعني تم الضخ عليها من جهتين كلها ما العام للأسف التأمينات وهيئة الاستثمار ضخ فيها ما يقاير بالمليار نعم والان الخسائر تقدر 350 مليون اضافة الارباح التي ذهبت مثل هذه التجاوزات بأي دولة محترمة نعم كان المفروض تتخذ فيها اجرات قبل الاستجواب لذلك للأسف حتى الاخوان اللي عقبوا مؤيدين للوزير ما تكلموا عن هالملفات هذه راحوا القضايا ثانية مثل لما قالوا للنواب عن الوزير ان اخذ جهاز ايباد قالوا ايباد وزير مالية دولة الكويت انتم تنتقدون انها ما اخذ جهاز ايباد طيب احنا تكلمنا ايضا او النواب المستجمين تكلموا عن استثمارات التأمينات في جلوبل استثمارات في الاوبشن اذا يعني ستتم محاسبة كل مسؤول في الاستثمارات والتأمينات نعم بنفس يعني القوة والضغط ما هي الخطوة التالية لكم احنا عندنا خطوتين الخطوة الاولى اقرار التوصيات اللي اليوم احنا خطينا فيها يعني قائمة من اثبات هذه التجاوزات بدء التحقيق مع الاشخاص احنا بعد ما نبين ظلم ترى ترى كل من يعمل لكن يجب ان يبدأ التحقيق الى ان ينتهي التحقيق يجب ان يوقف هؤلاء عن العمل حتى يحقق من سيحقق معهم دكتور طبعا احنا توصيتنا ان مجلس الوزراء يأخذ هذه القضية ثم يحيل ان كان الوزير يحال الى محكمة الوزراء وان كان القيادين يجب ان يحال النيابه على فكرة نعم يعني قدمت هذه التوصيات دكتور ولا سوف تقدم لا قدمت قدمت يعني انتو طالبون ان نتحيلو الوزير لمحكمة الوزراء احنا قدمنا التوصيات من ضمن هذه التوصيات ان مجلس الوزراء يبدأ تحقيق وعلى اثر هذا التحقيق انثبت احنا اليوم كانت محاكمة سياسية ما هي محاكمة جنائية نعم ويجب ان يحقق ايضا لكن الوزير ما رد على كل هالقضايا هذه يجب ان يحال النيابه كل من يثبت تورطه الان عزل الوزير في التأمينات انا رأي شخصي اعضاء مجلس ادارة التأمينات فشلوا في ادارة هذه الاموال احنا توصيتنا ان يعاد تشكيل مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية ويغير هذا المجلس ونبدأ نحاسب كل من تورط في هذه التجاوزات طبعا انت قلت لي شنو طريقكم او شنو وسيلتكم انا مثل ما قلت لك في قرار راح يطلع من مجلس لما في اول مجلس قادم او جلسة قادمة والقضية الثانية هي مسؤوليات الوزير انا اقول الوزير المالي القادم ترى اللي تعرض للوزير مصطفى الشمالي قد تتعرض له سريعا ما بديت تتخذ اجراءات لان هذا ما العام لا يمكن التجاوز عنه نعم دكتور راح ارجع فيك شوية من بداية الاستجواب النائب عبيد الوسمي قرر سحب استجوابه في خطوة كانت يعني حكموا عليها ان خطوة عاقلة من النائب دكتور عبيد الوسمي هل هناك ضغط مورسة عليه من كتلة الغالبية للسحب قراره لم نمارس الحقيقة احنا ما مارسنا ضغط على الاخ عبيد الوسمي لان الاخ عبيد الوسمي يعني ابدأ تعاون من البداية لما كان يريد ان يقدم استجواب الرئيس الوزراء اول ما نجح وقلنا لحنا يجب ان نعطي فرصة ثم نقيم بعد ذلك وبعدين قدم استجواب الاخ عبيد والغالبية النيابية فوضت اربعة لكن للأسف فشلوا في التنسيق بينهم وقدم استجوابين لكن الامان الاخ عبيد لما شاف المحاولات الحكومية للهروب من هذا الاستجواب اول شي تحججوا باللائحة الداخلية حتى ما يصعد حتى ما تدمج الاستجوابات معنى المادة 137 اعطت المجلس حقي لضم الاستجوابات وبعدين رفضوا ايضا لكن كان فيها لبس دكتور المادة ما كانت واضحة بالضب احنا نشوف ان المادة واضحة لان المادة تكلم عن حق الضم عند وجود استجوابات ذات موضوع واحد او ذات صلة بس ما حددت منه الخصم يعني منه اللي حدد الدمج لا حددت الامانة حددت يعني بفعل امر دكتور ما كانت واضحة علق الخلق والترائي في الموضوع نعم ويتناقش عند الضم على الفور بموافقة الوزير او رئيس الوزراء ان كان هو المستجواب او بقرار من المجلس لما يقول بقرار من المجلس يعني المجلس هو من اذا صار خلاف هل هذه القضايا بينها صلة او لا يحكم المجلس السؤال من اللي يحكم الحين اذا المجلس ما يحكم من اللي يحكم لا يجب ان يكون هناك حكم مثل طرح الثقة ممكن يجي شخص برا يقيم الاستجواة هذا ما يرقى الى طرح الثقة ولكن دكتور اختلف عليها حتى الخبراء الدستوريين يعني فصار في خلاف يعني بما ان يعني ناس رأت بان الحكومة على حق وفي رأت بان نواب على حق ايضا المادة ما كانت واضحة انا ما اختلف ان في خلاف في تقييم هل هناك ترابط لكن انا اسأل كل مخالفة الان من يحكم عند وجود الخلاف من يحسم هذا الخلاف المجلس يحسم هذا الخلاف سواء اصاب او اخطأ هذا حق للمجلس لكن الاخ عبيد لما شاف هالمحاولات وبعدين قام رئيس الوزراء في يوم الاول اللي كان يوم الثلاثة وقال اذا استجوابات تناقش بدون دمج احنا نناقشهم اليوم معا وقام وزير المالية وقال انا عندي استعداد اليوم الثاني ايضا تنصلوا من هذا التعهد قرر الاخ عبيد ان يسحب استجوابه حتى تفوت هذه الفرصة وهذه خطوة مقدرة جدا الاخ عبيد واثنى عليها كثير من النواب الغلبية دكتور لو الدكتور الوسمي قدم استجواب لوزير مالية الجديد يعني اذا وزير مالية يديد وقدم الاستجواب اذا ظلت الامور نفس ما هي عليه يعني ما في اي حل للمحاور اللي هو وضعها في استجوابه هل راح توقفون معاه في هذا الاستجواب؟ هو طبعا الاستجواب حق للاخ عبيد يقدر يقدمه او ما يقدمه هذا التقدير الشخصي وهو رجل سياسي احنا في التزام عندنا في كتلة الاغلبية او الغالبية النيابية ان كل نائب يريد ان يقدم استجواب يعرض المحاور على الاغلبية النيابية نعم وكيف قرأت هذه المحاور؟ اي محاور؟ محاور دكتور عبيد الوسمي مستحقة مستحقة المحاور اللي قدمها الاخ عبيد وقدم فيها الاستجواب اصلا جزء منها مشترك مع الاستجواب اللي احنا اعلننا ذلكcedر له اليوم حتى استجواب عبيد كان مدعوم من الغلبية النيابية لكن في النهاية لو اراد ان يقدم استجواب اخر سواء على عبيد ولا جمعان الحربش ولا غيره الالتزام الادبي باننا انه يعرضه على الاغلبية النيابية اذا اقتنعت فيه يكون استجواب pele Finished! اذا ما اقتنعت الاغلبية النيابية اما ان يقبل برأينا أو يستخدم حق الدستوري ونقيم هذا الاستجواب من جديد هذا إذا صار في وزير يديد دكتور اللي صار من الحكومة ردت فعلها على الاستجواب سواء اختلفت التفسيرات هل هذا بداية لفرض عقد التعاون بينكم بين الغالبية البرلمانية وبين الحكومة لا أبداً نحن الحكومة أنجزنا ست قوانين معها ووارد أن يصير خلاف بيننا وبين الحكومة نحن ما فيه تحالف بس فيه تعاون لمصلحة البلد ولكن قد نختلف أعطيك مثال الاستجواب اللي قدم النائب صالح عاشور اللي سموه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك نحن رفضنا في الأغلبية النيابية أن يتحدث عنا شخص يمثل الأغلبية في الدفاع الرئيس الوزراء نحن ما عندنا تحالف ونحن كأغلبية غير ممثلين في الحكومة النواب اللي خارج الأغلبية لهم ممثلين في الحكومة سواء الأخفاض الصفر ولا غير الأخفاض الصفر موجودين في الحكومة لكن أيضا قلنا نحن ما عندنا هدف أن نصادم هذه الحكومة في فهم خاطئ تفهم الحكومة وأنا قرأت تصريح لسموه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك شيخ جابر المبارك في تصريح له يقول نحن ما نقبل أن يفرض علينا شيء ونحن شركاء في مجلس الأمة ويجب أن يكون هناك اتفاق أنا أقول هذا الكلام مو صحيح دستوريا مو صحيح ديمقراطيا مو صحيح إذا اختلفنا من يحسم هذا الخلاف تحسم قاعد عبدالله السالم ليس بالضرورة أن نروح نتفق على كل شيء ونذهب داخل المجلس وإلا تنسح بالحكومة يمكن ما نختلف ما نتفق فيحسم التصويت شو ما الديمقراطيات الديمقراطيات أن رأي الأغلبية هو اللي يمشي لذلك انسحاب الحكومة كان انسحاب علامة يعني سيئة للتعاون لكن أتمنى ألا تتكرر حتى ما يعني يكون هناك صدام بين المجلسين دكتور إحنا راح نتكلم عن التعديلات الدستورية المقترحة لاحقا ولكن بالنسبة للمادة اللي اتحدد يعني ضرورة وجود الحكومة في حال لعقد الجلسات يعني لازم الحكومة برئيسها يكونون موجودين بالقاعة تجهوا بعض النواب إلى عدم ضرورة وجودهم في القاعة اينا اي طبعا هذا اللي صار أمس دكتور هل انتوا يعني مستمرين في دعم أن الجلسات تكون صحيحة بغياب الحكومة احنا عندنا تفسير المادة 116 نعم المادة 116 تقوله يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برصيب رئيسها أو ببعض أعضاءها نعم هو هدف المشرع من وجود حكومة في المجلس ألا تقر تشريعات دون أن تكون الحكومة موجودة وأن ترد على الانتقادات نعم إذا كان في دعوة رسمية وتعمدت الحكومة الغياب فالجلسات صحيحة متى تكون الجلسة ما هي صحيحة إذا ما وجهت دعوة للحكومة وعقد مجلس الأمة دعوة بدون علم الحكومة الممارسة الحكومية الحالية تتعمد الغياب أو الحكومات السابقة حتى ما تعقد الجلسة وهذا تفسير خاطئ للدستور لكن خروجا من هذا الجدل احنا طرحنا قضية تعديل الدستور حتى تصح الجلسات بمجرد دعوة الحكومة سواء حضرت أو لم تحضر نعم دكتور نرجع لبداية الأزمة صار في خلاف داخل الصفوف الغالبية على تقديم الاستجوابين دكتور بالضبط دكتور ليش صار هذا الخلاف؟ الحقيقة يعني الأغلبية النيابية تجربة جديدة في العمل نحن نعرف والكويتين كلهم يعرفون أنه فيه كتل نيابية موجودة فيه تيارات موجودة حتى التيارات اللي نازلوا يا بعض امتخابات بينهم تقارب فكري يحدث خلاف ونحن نذكر الحركة الدستورية شون طلع اسماعيل الشطي شون طلع محمد البصير شون الحين فيه خلاف المواقف في التجمع السلفي شون عدنان عبدالصمت طلع من التكتل الشعبي فيه فترة من الفترات اليوم احنا قاعد نسوي تجربة جديدة ما نجمع 4-5 احنا قاعدين نجمع 35 نائب أو 34 نائب للتجمع واتخاذ مواقف سياسية بالتأكيد راح تصير اخطاء لذلك احنا فشلنا في التنسيق بين الاستجوابين ووقعنا الآن في مثل هذا الجدل اللي ما كان لداعي نعم دكتور يعني ما تشوف أنه من حق الحكومة كخصم يعني وانت يعني اخبر مني بالسياسة دائما هناك يعني استغلال لأخطاء الآخرين نعم فالحكومة اللي سويتها يمكن كان استغلال لخطأكم ولخلافكم ليش الحكومة تدفع ثمن هذا الخلاف دكتور الحكومة ما دفعت ثمن الخلاف احنا يعني ما نبي نبالغ في قضية الخلاف نعم الحقيقة أنه قدم قدم استجوابين ووارد حتى المشرع وفي الدستور الكويتي نص على قضية واللائحة أنه إذا قدم أكثر من استجواب يجوز ضمنهم الحكومة لاحق أن تلعب سياسة نعم تتعامل بتعامل سياسي مثل ما أنت تخطط وتجتمع تكتك في تحركاتك عشان تمشي مشاريعك الحكومة أيضا لاحق لكن نعم ما الذي يحكم تكتيكنا والتكتيك الحكومي هو اللائحة نعم وداخل قاعة عبدالله السالم الحكومة والأخص السلطة تفاجأت بأغلبية تاريخية غير مشبوقة في المجلس وهي أغلبية تشريعية نعم أول مرة السلطة تفقد القدرة على توجيه القرار داخل مجلس الأمة مجلس الأمة في حالات نادرة كان يمتلك أغلبية رقابية وهي 25 نائب لإسقاط وزير نعم اليوم مجلس الأمة يمتلك أغلبية تشريعية وهذا هو الخطر لذلك هم لجأوا للانسحاب لأنهم عارفين أن التصويت داخل مجلس الأمة ما رح يكون مصالحهم أتمنى أن ترضخ الحكومة وتقبل الأغلبية التي أفرزها الشارع الكويتي في 22 نعم والخلاف هذا ما رح ينتهي إذا ما صار في قبول لقواعد اللعبة الديمقراطية وهو قبول رأي الأغلبية دكتور سألك بصراحة أنت كشخصك تلمس في خلاف بين النائب عبيد الوسمي ومسلم البراك يعني واضح أنه فيه خلاف في يعني في بعض المواقف نعم واضح أنه فيه خلاف شو في بعض المواقف شلون يعني التوقيت مثلا توقيت الاستجوابات نعم في نوع من الخلاف لكن أيضا الأخوان اثنينهم رغم وجود هذا الخلاف اللي صار بينهم في تقديم الاستجوابات ما سمعنا منهم إلا الأخ مسلم البراك ولا الأخ عبيد الوسمي يطعم في بعض في النهاية أنا أذكر الأخوان المشاهدين الأخ مسلم البراك تنازل عن استجوابه حتى تضم الاستجوابات وهو أول من أعلن استجواب إذن الخلاف فقط يعني على توقيت الاستجواب أو على حق كلنا بأن يقدم الاستجواب إحنا فشلنا في التنسيق فقدموا الطرفين قدموا استجواباتهم وأعتقد هذا هذه نقطة تحسب على الأغلبية أنها ما نجحت في التنسيق للنهاية لكن أيضا الأخوان لخ مسلم ولخ عبيد الوسمي كانوا على قدر المسؤولية وتداركوا الخطأ لخ مسلم البراك كان يبين سحب نعم وبعدين لما شاف الدكتور عبيد الوسمي أن الحكومة أيضا ستتهرب نعم سحب استجوابه عمليا لذلك تم الاستجواب اليوم كشفت التجاوزات الخطيرة إذن دكتور يعني الكتلة راح تكون متماسكة تشريع على طول تتوقع هذا الشيء أنا متفائل أن الكتلة راح تتماسك أكثر مما يعتقد الآخرون الحين الأغلبية النيابية في مركب واحد وهو مركب الإنجاز نعم الحكومة نعم التي استجوبتها الأقلية ثلاث استجوابات نعم لثلاث شيوخ نعم من ذرية مبارك لم تجزع من هذه الاستجوابات وإنما جزعت من استجواب واحد قدمتها الأغلبية النيابية لوزير المالية ويعرفون موقفهم السياسي منه قبل توزيره كنا نراها امتداد أنا أعتقد الحكومة للأسف عينها على الأقلية وتتمنى أن تتفكك الأغلبية لذلك كل هذا الشحن لتفكيك الأغلبية لكن إذن لو كانت الحكومة يعني وضعت وزير آخر غير الشمالي لكنتم قدمتم بنفس الاستجواب لا أبدا أبدا لو كان وزير آخر كنا راح نبهة ونعطيه الفرصة لأنه وزير جديد نعم لكن الأخ مصطفى الشمالي هو وزير تقريبا من 2007 إلى اليوم وكل هذه هذه التجاوزات تم توجيه أسئلة فيها أنا أعطيت مثال أفوا أفوا دكتور هذه ما تسمى شخصانية شلون لأن أنتوا بالذات هذا الوزير لشأن حطيت الحكومة مرة ثانية رحت وقدمته له الاستجواب وضغطته بقوة لكي يعني يستقيل أو تطرح الثقة فيه خصوصا دكتور اليوم يعني في الجلسة والكل شاف هالشيء يعني من بدأ الوزير يرد على محاور الاستجواب ويفندها بديته بجمع طرح التواقع اللي طرح الثقة بالوزير ما سمعتوه حتى دكتور لا لا مصير يعني كان كأنه كان هناك موقف مسبق من هذا الوزير وقبل شوي قلت أنه إحنا لأن هذا الوزير هو امتداد لذلك إحنا قدمنا له الاستجواب ولو وزير يديد ما رح يكون هذا نفس الموقف لا إذا موضوع نستجوى فقط لانه في موجود في الحكومة السابقة اللي استجواب dak tons كأن الشيخ حمد الحمود كان موجود في الشيخ bel mbara كان موجود في الحكومة السابقة السالم من أذينة كان موجود في الحكومة السابقة الأستجوا بأن أفكار بالوزير بطريقة شخصية تشيرون هذا الوزيع شنو الشخصانية حين أنا لما تكلمت عن المشروعات السياحية قيمة السوقية المتر 40 دينار على البحر 91 ألف متر يؤجر 165 فلس قيمة 45 دينار لما تكلمت أو الأخوان تكلموا عن الشراف كهف جلوبل تصل الأرباح القيمة 250 مليون دينار ثم تنهار إلى الصفر دون أن تخرج لما تكلم عن القضية التي أثرتها جريدة الراي قضية الكي جيل وقضية غسيل الأموال ودخول التأمينات كمؤسسة حكومية في شراكة الكي جيل مع شركة الآن متهمة بخرق الحصار على إيران والمشاركة في المشروع النووي الإيراني واستثمار في بيئة طاردة في الفلبين ولما النائب العام يصدر قرار بالتحقيق في مثل هذه التجاوزات هذا الأخضرار العسعوسي النيابة تكلف أمن الدولة التحريق والجهاز شكل فريق هذه القضية منظورة بالقضاء دكتور منظورة بالقضاء وحفظت بالقضاء لماذا ذكرت اليوم؟ لم تحفظ في القضاء هذه القضية الآن فيها تحقيق وقدمت أحد العاملات في شركة الكي جيل هذه الشكوى ونشرت أكثر من جريدة مثل هذه التفاصيل وعطيت هذا كتاب السنتور الأمريكي يشير إلى تورط أن الحكومة الأمريكية متعاقدة مع شركة في الكويت لديها علاقات مشبوهة بشركة لها صلة بالمشروع النووي الإيراني لما مثل هذه الشركة قيادة فيها يأخذ راتب 26 ألف دينار في الشهر وتذاكر وسيارة ومن أموال المتقاعدين الشراكة قدرها 40% وكل هذه الأحداث تحدث ولا يحرك الوزير شيء ولا يوقف ولا مسؤول نحن قاعد نتكلم عن مليارات في جلوبل تمضخ مليار ما بين التأمينات وهي الاستثمار في الكي جيل تمضخ 40 مليون دينار لما ترفع دعوة للنائب العام تتحدث عن مثل هذه الشركات تهدد الأمن القوم الكويتي ولا يفعل شيء أنا أعتقد هذه قضية خطيرة لا يمكن أن نسكت عنها إذن إذا وزير يديد ولم يفعل شيء ستقومون بنفس الاستجواء سيتحمل مشروطة السياسية لكن يجب أن يأخذ فرصة بمعالجة هذه الملفات نعم إحنا سوف نخرج بفاصل مشاهدينا ونعود لكم بعد لحظات موسيقى 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 توقيع يعني أنت إن أقدر لها إصار الظروف ظرف من الظروف أنه ما صار توقيع أو تسكير هذه الموضوع الانتفاق المشاركة هنا يصير بينك وبينك قضاء يعني أنت إن أقدر لها إصار الظروف ظرف من الظروف أنه ما صار توقيع أو يعني على الكلوزنج أو تسكير هذه الموضوع الانتفاق المشاركة هنا يصير بينك وبينها القضاء تروح للتحكيم أو هذا التقاضي بينك وبينك تقدم أدلتك ويقدم أدلتك في هذه الحالة لو لم تضع سقفا لهذا التقاضي ممكن يعود على كل مبلغ الصفقة سبعة ونصف مليار أو قد يفوق ذلك لقدر الله هو كان يريد أكثر بيني وبيني كان يتكلم على مبلغ في حدود الخمسة في البداية كان يريد خمسة مليار للشريك رفضنا تماما ثم أراد الوصول إلى خمسين بالمئة وكان هناك تفاوض شديد جدا حتى وصل الموضوع إلى اثنين ونصف وهذا سقف للتقاضي طبعا هذه القضية الآن متروحة يظل فيها تقاضي في النهاية القضية هذه يظل فيها تقاضي شنو يترتب عليها شنو ما يترتب لأن الحقيقة أهو كشريك ما رح يسكين ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم مشاهدينا مرة ثانية في برنامج لقاء الراي مع الدكتور نائبي مجلس الأمة جمعان الحربش دكتور قبل لا ندخل بهذا المحور نبدأ نشوف معك تصريح لوزير النفط الأسبق المهندس محمد العليم على قضية الدو وهذا التصريح كان في تاريخ 27-12-2008 نشوفه مع بعض ومع المشاهدين يعني أنت لا قدر الله إصار الظروف ظرف من الظروف أنه ما صار توقيع أو يعني على تسكير هذه الموضوع الانتفاق المشاركة هنا يصير بينك وبينها القضاء تروح للتحكيم مثين أو هذا التقاضي بينك وبينك تقدم أدلتك ويقدم أدلتك نعم في هذه الحالة لو لم تضع سقفا لهذا التقاضي ممكن يعود على كل مبلغ الصفقة سبعة ونصف مليار أو قد يفوق ذلك لا قدر الله نعم هو كان يريد أكثر بيني وبيني كان يتكلم على مبلغ في حدود الخمسة في البداية كان يريد خمسة مليار للشريك نعم رفضنا تماما ثم أراد الوصول إلى خمسين بالمئة وكان هناك تفاوض شديد جدا نعم حتى وصل الموضوع إلى اثنين ونصف وهذا سقف للتقاضي طبعا هذه القضية الآن لأن الحقيقة أهو كشريك ما رح يسكلم دكتور أنت كنت من أشد المدافعين وبشراسة عن قضية الداء وعدم إلغاء الصفقة وأيضا كان وزير النفط الأسبق محمد العليم ومع ثلاثة من القيادين في المجلس الأعلى بالبترول اللي قدموا استقالتهم بعد إلغاء هذه الصفقة دكتور اليوم تصدر حكم رح تخسر فيه لكويت مليارين دولار بسبب تدخل النواب بضغطهم لإلغاء هذه الصفقة من يتحمل هذه المسؤولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا كان لموقف أنا ومجموعة من نواب أو مجموعة قليلة للأسف كانت من نواب في هذه القضية لما تم الطلب من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد إلغاء هذه الصفقة بعد الموافقات أنا قلت للشيخ ناصر المحمد في بيان قلت إن كانت هذه الصفقة فيها تجاوزات على المال العام وقانونية ولا تحقق مصلحة البلد فقم بإلغائها لكن بعد أن تبين الأسباب وتحاسب المتسببين وإن كانت هذه الصفقة تحقق المصلحة العامة وجراتها القانونية سليمة فلا تلغيها تحت الضغط وإذا لقيتها تحت الضغط سنقدم طلب تحقيق قدمنا طلب تحقيق رفض المجلس للأسف حتى النواب اللي كانوا يطالبون بالألغاء المفروض ما كانوا يرفضون التحقيق فقدمنا استجواب لرئيس الوزراء وتم حل المجلس على أثر هذا الاستجواب أنا أعتقد يعني اليوم ونحن عندنا معلومات أكيدة أن الأرباح اللي حققتها الشركات أو المصانع اللي كنا راح ندخل معاها في الكيداو قيمتها 6 مليارات الأرباح مع هذا التعويض اللي حصلت عليه الآن الداو أعتقد أنه يعني أنه خسرنا في هذه الخطوة وخسرنا الكثير والشركة اتجهت مباشرة للسعودية والآن باشرت وضع مصنع بيتروكيماويات أنا أعتقد رأيي الشخصي كان المشروع سيضع الكويت على الصدارة في إنتاج البيتروكيماويات الآن الصدارة الغيرنا ما نحسدهم لكن يجب أن نعرف حقيقة أن مثل القرارات الفنية يجب أن لا تلغى تحبوض سياسية لكن مع ذلك هل تكون صريح أنا ما أحمل النواب المسؤولية أنا أحمل رئيس الحكومة لأن النائب ممكن تتوافر لديه معلومات خطأ أو صح نعم لكن الحكومة إذا كانت واثقة من أجراءاتها كانت يجب أن لا ترضخ وأنا أعني بالحكومة في ذلك الوقت سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طيب دكتور قبل شوي سمح لي سمح لي دكتور قبل شوي قلت أننا سنطالب بتوصيات بإحالة الوزير الشمالي لمحكمة الوزراء ما سنكتفي بس في الاستقالة إذن الوزير يحال إلى محكمة الوزراء في حال يعني ليحاسب على تجاوز أو خطأ والنائب الذي يتسبب أو بعض النواب الذين يتسببوا بخسارة الكويت مليارين دولار خلاص ما حد يحاسبهم دكتور أنا أعتقد المفروض في مثل هذا الموضع إحنا كنواب على اختلاف توجهاتنا نحاسب أنا شخصيا لما ألغيت هذه الصفقة دون تقديم أسباب أنا حاسبت الحكومة النواب تقييم النواب للناس أنا ما أستطيع أني أحاسب نائب على موقفه والأمر الآخر في النهاية النائب قد تكون لديه معلومات مغلوطة نعم اللي يبين حقيقة المعلومات ويقوم بالرد هو الطرف الآخر هو رئيس الوزراء في ذلك الوقت أنا أذكر الأخ محمد العليم قال يا جماعة استجوبوني سألوني حتى أقوم وأرد وأبين أن هذا العقل جاءته سليمة من يعوض هذا الرجل يعني اليوم ثبت أن موقفه كان صح وكلامه كان صح وحذرنا من هذه الخسارة واليوم خلاص خسرت الكويت من يعوض هذا الدكتور وسمعته اللي قاموا يتكلمون عنه في وسائل الإعلام هذا الدكتور من يعوضه الأخ محمد العليم أدى ما عليه وكان يريد أولا وجه الله عز وجل ومصلحة البلد نعم سواء تم ما أراده تم ما أرادته المؤسسة ومو ما أراده كشخص أو لم يتم ذلك أنا أعتقد أنه في النهاية نجاح ترى النجاح أن الإنسان يثبت على مواقفه نعم لكن أنا أتكلم إحنا كمؤسسات حكومية ويلغى واللي بينهم فقط هو تهديد دون التحقق أنا كنت أقول وقتها يمكن النواب عندهم حق بينون لليش نعم تم الإلغاء دون النظر لذلك أنا أنا من هنا أحيي مو بس الأخ محمد العليم حتى القيادات طبعا القيادين اللي معا نعم اللي ذهبت إلى هذا النوع من هذه الشراكة لليوم الأرباح تقدر بستة بليون أرباح شراكتنا نعم أنا أعتقد أنهم أدوا ما عليهم وأنا أقول ليجب أن تكون وقفة حتى نعرف من المخطئ إذن دكتور يعني الحين نحن نعيش حالة كأنها معكوسة يعني الحين الوزير يحاسب إذا تسبب في فساد أو في خسارة للنستثمارات أو أي شركات أخرى ولكن النائب الذي يتسبب في هذه الخسارة يعني نقول عنده معلومات مغلوطة هذا نائب دكتور شلون عنده معلومات مغلوطة شلون ما يتحقق من هذه المعلومات قبل الله يضغط على الحكومة وكان الوزير يعني يتكلم كل وسائل الإعلام ويحذر من هذه الخسارة شلون دكتور ما يحاسب أنا ما قلت ما يحاسب أنا أقول من يحاسب النائب نعم النائب لحساب سياسي من دكتور الناس تحاسب النائب الناس تحاسب النائب الناس اللي تحاسب النائب ما في برلمان حكومة حكومة حاسب نائب يعني اليوم إذا قدم نائب معلومات وصلتها بطريقة خاطئة وتراجع الوزير أنا لو محمد العليم متراجع بنفسه أنا قلت يوحاسب محمد العليم بس محمد العليم ترى رفض أن يتراجع عن هذا المشروع اللي تراجع الشيخ ناصر لمحمد لذلك كان واجب الحكومة أنها تقوم وتواجه سياسيا يعني أفوان دكتور يعني أنت تبي من الشيخ ناصر لمحمد يعني أن هو رضخ لضغط النواب وتبي يحاسب لرضوخه لضغط النواب ويحاسب للخسارة أيضا يعني بتحاسبه على يعني مرتين على نفس الشيء وبالج النواب ما حد يحاسبهم دكتور يعني ما في عدالة لا لكل واحد عفوا هو صاحب القرار من النائب يطالب قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ نعم وأنا أرى أنا اختلف مع النواب وأنا وقتها اختلفت مع النواب اللي طالبوا بالألغاء أو كنت أرى أنه قد تكون هذا المشروع فرصة كبيرة للكويت نعم لكن في النهاية نحن في نظامنا البرلماني وفي كل النظم لما تتم طالبه يحاسب صاحب القرار أنت تخيله العكس لو الشيخ ناصر لمحمد رفض الرضوخ وكثير من المطالب لا يتم الاستجابة لها رفض الرضوخ نعم نحن لما رضخ الشيخ ناصر لمحمد البعض فسر أنه فيه تجاوز على المال العام نعم لذلك في النهاية آلية المحاسبة هي دائما تكون لصاحب القرار ولا تكون لصاحب المطالبة النائب هو سياسي له جمهورة اللي اليوم الآن بعد أن صدروا الحكم يجب أن يبرر موقف السياسي دكتور لو أنت كنت مكان النواب اللي يضغطوا على الحكومة الآن بعد صدور هذا الحكم شو رح يكون موقفك هل رح تنتظر محاسبة الناس لك أنا أعتقد اليوم إحنا علينا واجب خلاص إحنا لما قدمنا طلب التحقيق أنا أذكره الأخ أحمد المليفي كان لراي كان يقول من الخطأ أن نحقق الآن والقضية منظورة لأنه سيستغل هذا التحقيق ضد الكويت قضائيا الآن صدروا الحكم وقعت الخسارة نعم إحنا يجب أن نتحقق من كل هذه المعلومات اللي تمت نعم ومن كل هذه الأقوال اللي أطلقها كثير من النواب وبعدين نكشفها للشعب الكويتي من اتخذ قرار يجب أن يحاسب إداريا وماليا وجنائيا من طالب حتى إذا عليه وفق نظامنا القانوني نظامنا الدستوري محاسبة مالية وجنائية يجب أن يحاسب لكن العرفة أن النائب حينما يطالب لا يتخذ قرار هو مجرد مطالبة التبع القانونية على الطرف الآخر تحمل المسؤولية الذاتية دكتور أنت لو لم كان النواب اليوم شو راح تسوي لو أنت كنت من النواب المعارضين أنا أعتقد اليوم الأخوان النواب اللي طالبوا اليوم يجب أن يكون لهم موقف ويكون لهم رأي انثبت لديهم اليوم أنا عرف بعض النواب ما زال يقول أن المشروع أيضا كان مشروع سيء وما يقول أن اليوم احنا خسرنا لكن أنا أعتقد إذا المشروع الآن ثبت صحته وسلامته وهذا يجب أن يتم بعد تحقيق دقيق في هذه القضية أنا ما أتكلم عن المكسب المالي فقط أنا أتكلم حتى عن الإجراءات القانونية يجب أن تراجع مرات المشروع يحقق مكسب مالي لكن الإجراءات القانونية قد يكون فيها كلام أنا أقول خلونا نحقق وبعدين النائب اللي يتبنى موقف ضد هذا المشروع يثبت صحته يجب أن يعتذر للشعب الكويت ويتحمل مسؤوليته يعني على الأقل اعتذار الوزير العليم يعني لموقفه الصحيح أنا أحيي أنا أحيي الأخ محمد العليم وأعتقد أن الرجل أدى أمانته وبيضى الله وجهه وأبو عبد الله أنا أذكر كان يقول أول مرة بتاريخي أتهم في ذمتي المالية أول مرة أجلس بين أبنائي أشوفهم سامعين كلام من بره مع أنهم يثقون فيني وأنا ما أطعمتهم الحرام لغم الخسارة المادية الكبيرة يعني هناك خسارة أيضا معنوية يعني الرجل خسر سمعته في ذاك الوقت يعني ونحييه يعني على موقفه يعني ولو أنه خسر منصبه ولكن نحيي على هذا الموقف دكتور النائب الصيفي أعلن مشاركته مع النائب العتساني في تقديم الاستجواب للوزير أحمد الرجيب وزير الشؤون بعد ما أعلن صرحت أنت دكتور على طول باليوم التالي بضرورة إقالة الوزير لرجيب ليش تحفظ على تقديم الصيفي للأستجواب أنا ما تحفظت إحنا بيننا اتفاق في الأغلبية نعرض الاستجواب علينا الأخ الفاضل صيفي الصيفي أعلن الاستجواب دون أن يرجع للأغلبية فلما رجع للأغلبية كان قرار الأغلبية تريث في تقديم الاستجواب وتقديم محاور للكتلة الأغلبية وفي النهاية الأخ بو منصور قدر رأي الأغلبية لكن أيضا الأغلبية لما عرض الأخ صيفي الصيفي مقالات سابقة للأخ أحمد الرجيب وفيها نوع من التخويم بشرائح في المجتمع كان تصريحنا بعد هذا الاجتماع المطالبة باستقالة أو إقالة وزير الشؤون لعدم وجود مواءمة سياسية من وجوده في هذه الحكومة أنا أذكرت هذا مقال أخ أحمد رجي إذن دكتور أنت رح توقفون معه بسبب مواقفة في هذه المقالات اللي ذكرها النائب الصيفي ولكن ليس بسبب الفساد الذي يتحدثون عنه بوزارة الشؤون لا طبعا الأخ رياض العدساني أعلن استجواب أنه سيقدم هذا الاستجواب ونحن سنقيم هذا الاستجواب وفق المحاول وأنا بس إذا سمحتي للأخ رياض العدساني على قناة اعتقد الوطن ذكر أن الأخ جمعان الحربش أطلب منه نفي أو إثبات كلام أن الأخ رياض يقدم استجواب نيابه عن الأخ مرزوق الغانم وأنا أقول هذا الكلام لم أصرح فيه لأي جهة من الجهات وأنا أقدر الأخ رياض العدساني والأخ مرزوق الغانم ولهم تقديرهم الشخصي ولم أطعن فيهم اثنينتهم وكذلك قال الأخ رياض أن حسب ما نقل إلي أني أعطيت أسئلة للأخ جمعان لما كان نائب حول وزير الشؤون السابق لأخ محمد العفاسي وما قدم الأسئلة وأتوقع أني وقف ضدي في الاستجواب وأنا أقول لها الكلام هذا لا يمكن أن يكون لأنني أنا ما أخذ موقف لأنه أنت أعطيتني أسئلة وما قدمتها ومع ذلك أقول لأخوي الفاضل رياض أنا قدم لي أسئلة في وزارة الشؤون حول اتحاد الجمعيات وأعتقد أنت اللي قدمتها وقدمت هذه الأسئلة كل ما أرجوها أنترجع إلى مضابط مجلس الأمة وتجد أني قدمت هذه الأسئلة إذا أثبت الأخ رياض إدانة الوزير أحمد رجيب فبالتأكيد كتلة الأغلبية وكتلة التنمية والإصلاح لن تدافع عن وزير متورد دكتور في مهلة حطيتوها لرئيس الحكومة بإقالة الوزير الرجيب في مهلة معينة؟ لم نضع مهلة وأنا فرق بين قضيتين بين مطالبة سياسية وبين تفعيلها كأغلبية إحنا كأغلبية ما اتخذنا قرار لمشاركة استجواب الأخ رياض العدساني لكن في نفس الوقت أنا بذكر لكم كلام بذكر الأخ وزير الشؤون أنا أعتقد وزير الشؤون وقع في خطأ سياسي فادح هذه مقالة للأخ وزير الشؤون في 23-5-2012 يقول لما كان يتكلم بعنوان الغزو من الداخل يقول من شباب متحمس مغرر بهم مدفوعين من بعض النواب الذين تعدوا كل الخطوط ومن بعض من ينتمون لحزب له ارتباطات تاريخية خارجية وإن حاول أن يغير اسمه في الداخل وهذا الحزب لا يخفي شهوة للحكم يشجع على ذلك وصول الفروع المماثلة في بعض الدول العربية للحكم يعني بصريحة العبارة يكتهم أحد تيارات الإسلامية والسياسية أن حراكة مع الشعب الكويتي كان بهدف الوصول للحكم ثم بعد ذلك يقول وهناك من لهم ثارات قديمة مع الكويت ثارات قديمة بدأوا يشحلون شبابهم ليل ونهار وبكل الوسائل الوصول إلى غاياتهم واعتقد أيضا هذه إشارة خطيرة لقبيلة مثل قبيلة أمطير قدمت شهداء حتى في معركة الجهراء دفاعنا الكويتي أنا أطلب الآن من الأخ وزير الشؤون أن يفسر هذه المقالات وأن وقع في خطأ أن يعتذر للشعب الكويتي عنها وإلا فوجود مثل هذه المقالات أنا أعتقد سياسيا حين تقديم أي مسائل الوزير الشؤون لا نملك إلا أن نعلن موقفنا السياسي هذه المقالات دكتور كتبها أثناء منصبة كوزير لا ولا قبل ألا تعد هذه الآراء من قبيل الرأي الشخصي له طبعا هذا رأي شخصي لكن الرأي الشخصي ينبني عليه موقف سياسي عندنا نعم يعني أنتم بتحاصبونه بالشكل رجعي دكتور لا لا نعم نعم احنا مباشرة نعم لقدمنا مسائلة سياسية بعد قسمة نعم لكن احنا قلنا رئيس الوزراء وأعلننا إنه وجود وزير يطعم بشرائح من المجتمع ممثلة الآن في مجلس الأمة لانتخابات أفرزت كل من حملت هذه المقالات تخوين لهم نعم غير ملائم الآن الانتخابات فكرت 35-34 نائب كلهم تبنوا هذه الطروحات أو الحراك الشعبي أنا مقصد طرح الأخ أحمد رجيب الحراك الشعبي فمن غير الموائم السياسية أن يدخل وزير الآن دون أن يعتذر عن هذه المقالات ويستمر في هذه الحكومة يعني إذن هذه المقالات ستكون هي السبب لوقوفكم مع النائب الصيفي أو العدساني في هذا الاستجواب؟ إحنا ما قررنا الموقف من الاستجواب كمحاور وكطرح ثقة وتصويت لكن عندنا موقفنا السياسي أعلنناه أن من غير الموائمة وجود الوزير أحمد رجيب وله مواقف البعض يقول هذا موقف شخصي وأنا أقول أيضا أن هذا الموقف الشخصي له أثر سياسي له ثمن سياسي نعم دكتور يعني أنت في اللجنة التنسيقية طلعت على محاور استجواب الوزير من النائب الصيفي؟ لا ما قدم استجواب المحاور ما قدمت لك؟ لا ما قدمت لك المحاور لذلك إحنا الآن نتكلم عن موقف سياسي نعم لكن لما تقدم المحاور سنناقش هذه المحاور إذن الموقف السياسي ولكنه موقف سياسي سابق للوزير قبل أن يتسلم المنصف دكتور ولم يتراجع عنه يعني إذا اعتذر ما راح تقدمون الاستجواب حتى لو في فساد كما قال النائب العتساني أنا أتكلم إذا تسأليني عني أنا ما عندي استجواب الوزير الشون أتكلم عن الأخ صيف الصيفي في مثل هذه القضية سيعفض على كترة أغلبية أبي موقفك أنت راح توقف يعني إذا اعتذر الوزير على المقالات اللي ذكرتها راح توقف مع النائب العتساني أو الصيفي في هذا الاستجواب النائب الصيفي النائب العتساني استجوابه ما يتعلق لهذه القضايا نائب الأخرياض العتساني استجوابه يتعلق بتجاوزات يقول أنها موجودة وهذه سنقيم محاورها مثل ما الأخ وزير الشؤون عند رأي شخصي أنا الآن عندي موقف سياسي موقف السياسي تبعا لما صدر عن الوزير شنو راح يتحول هذا الموقف السياسي كاستجواب كطرح ثقة سيتخذ القرار عندنا داخل كتلة التنمية والإصلاح وبالتوافق مع الأغلبية ضيب يعني إذا لم يستقيل لم يعتذر وزير أو لم يقيله رئيس الوزراء ستقومون باستجوابه بناء على هذا الموقف السابق أنا شرحت بالضبط كلام لا اشرح لي بالضبط دكتور وبكل صراحة راح توقف معهم بالاستجواب ولا لا أنا بكل صراحة الآن قلت لك أنا شخصيا إذا تسيعي الموقف الشخصي ما قرر تفعيل المسائلة السياسية لكن أنا أرى من صدر عن هذه المقالات يجب أن لا يكون في هذه الحكومة هذا موقف السياسي لم أقرر تفعيله كأداد استورية نعم الآن أنا ضمن أغلبية نعم إذا اتخذت الأغلبية قرار بتقديم استجواب سنتعامل معه مثل الوزير المالية مصطفى الشمالي سيذهب الأخصية في الصيف باستجواب أغلبية إذا الأخ رياض العدساني قدم استجواب منفرد ضمن محاور سنقيم هذه المحاور لكن أنا رأيه شخصي نعم ما زلت أقوله مثل هذه المقالات ما لم يعتذر اعتذار صارخ وواضح للشعب الكويتي ولمن خونه نعم وقال أن حراك السياسي هو سبثارات قديمة يجب أن لا يكون موجود وضحت الصورة دكتور سنأخذ فاصل قصي مشاهدينا ونعود معكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 سيؤدي إلى أزمة سياسية تتجاوز الانتخابات ما هو أزمة سياسية دكتور؟ لأن الشعب مل وإرادة الأمة لا تحترم يعني من 2006 إلى اليوم أربع مجالس هذا المفروض هو المجلس الثاني لا يوجد استقرار ما تقصد دكتور بالضبط بأزمة سياسية؟ ما سيحدث إذا تم الحل؟ طبعا أنا أعتقد سيكون عزوف عن الانتخابات أولا الناس تعزف عن الانتخابات كوثل الأغلبية يجب أن يكون لها موقف سياسي كذلك موقف سياسي من هذه الحلول المتكررة لكن أيضا أنا في نفس الوقت أعتقد أنه ما في حل قريب وأن الكلفة على الحكومة وعلى الأطراف التي تدفع في الحل ستزداد لأنه اليوم هناك إنجازات كثيرة تم بفضلها عز وجل خلال ثلاث أشهر إنجازها وكتلة الأغلبية قاعدة تقود المعركة السياسية أو الساحة السياسية باقتدار إلى الآن دكتور هل تدعون الحكومة إلى إجراء تعديل فوري في وزراءها؟ حاليا في وزراء أنتم متحظين عليهم؟ نحن قلنا أن الشمالي كان يجب أن لا يعود لأن كل التجاوزات المالي حكومة السابقة كانت موجودة أنا سجلت أنا أتكلم عن نفسي الآن سجلت حفظي على الأخ وزير الشؤون دخول للحكومة مع تصريحاته السابقة أعتقد كذلك أن تحتاج الحكومة إلى عادة غربلة مرة ثانية وفي نظري ما في حكومة تستقر ما تكون الأغلبية وممثلة فيها بوضوحه نعم إذن أنتم تدعون لتشكيل حكومة مرة أخرى ليكون أكثر أعضاءها من الأغلبية أنا أعتقد ما في حكومة ممكن تستقر دون وجود غطاء نيابي واضح فيها نعم دكتور راح ندخل على محور يديد وهو محور لجان التحقيق أكثر من نائب دكتور قال أن الحكومة غير متعاونة معنا في لجان التحقيق هذه الملفات إلى أين ستذهب؟ طبعا الآن لجان التحقيق طب معروف أنه في أكثر من لجنة فيه التحويلات وفيه الإداعات وفيه المرئي والمسموع فيه تطبيق قانون المسموع للقنوات وفيه ديزل وفيه لجان أخرى يعني حدثت فيها بعض قدمت فيها بعض الطلبات منها جامعة صباح السالم شيخ صباح السالم فجدادية وغيرها في بعض الأطراف لم تتعاون كما أعلن النواب الممثلين في لجنة التحقيق وفيه أطراف تعاونت أنا على الأقل في لجنة تعليمية ما زال وزير الإعلام متعاون إلى الآن في التحقيق في المرئي والمسموع وإلى الآن نكتشف وجود تجاوزات وعدم تطبيق القانون ومع ذلك دام الوزير متعاون نحن رايحين باتجاه محاسبة من لم يطبق هذا القانون والانتهاء إلى توصيات حتى حتى يضبط قانون المرئي والمسموع في قضية الإيداعات والتحويلات القرار سيكون عند اللجنة إذا وصلت إلى مرحلة تقدر أنه ما في تعاون ستبعث كتاب إلى المجلس ويكون لنا موقف داخل المجلس نعم تجاه الأطراف اللي ما التعاون وكذلك في قضية التحويلات إلى الآن خطاب رئيس اللجنة التحويلات والإيداعات لم يصل إلى الطريق المسدود نعم وفي بعض الأطراف قدمت تعاون في التحويلات فتحت وزارة الخارجية لكثير من الوثائق نعم وأنا أعتقد يجب أن ننتظر هذه اللجان حتى تنتهي لكن أنا أقول بوضوح أتمنى أن القضية هذه تصير موضع توافق حكومي نيابي الوقوف في وجه هذه اللجان وتعطيل عملها بالنسبة لنا راح يكون خط أحمر ككتلة أغلبية راح أكمل الحديث عن لجان التحقيق دكتور بعد هذا الفاصل مشاهدين فاصل قصير وسنعون شكرا 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 اثنين اثنين ما طاف ثلاث اشهر لذلك اللي جان قاعد تعمل باقصى قدراتها الان خلال ثلاثة اشهر اجتمعت اللي جان اكثر مية وثمانين اجتماع والمجلس زاد عدد جلساته لكن ايضا احنا ما نبي تحت العجلة وجود الاغلبية نسلق بعض القوانين ونوقع في اخطاء لكن احنا نعيد الشعب الكويتي باذن الله هذا القانون سيقر بمداولتين خلال دور انعقاد الحالي يعني خلال شهرين باذن الله ان شاء الله دكتور شين القوانين اللي كتلة الغالبية رح تدفع فيها حاليا ما هي الاولويات طبعا في قوانين تمت في قانون تقليص الحبس الاحتياطي تم مداولتين في قانون جامعة جابر تم مداولتين في قانون محفظة الطالب وهو قانون مهم جدا اي طالب ما يحصل مقعد دراسي في التعليم العالي ممكن والده ياخذ قرض حسن يسدد الطالب بعد التحاق بالعمل هذا اي طالب ما يحصل مقعد باي مكان ما عنده معدل وكذلك القانون صندوق الوطني رعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة هذا تم وقانون تجريم الاساءة للنبي عليه الصلاة والسلام الطعم في عرضه تشديد هذه العقوبة حتى تصل في احضر مراحلها للاعدام تم هذا القانون وتعديل قانون الاحتكار ست قوانين تمت خلال ثلاثة اشهر قانون المناقصة تم اقرارك مداولة اولى قانون المدينة الطبية تم اقرارك مداولة اولى عندنا الان باذن الله القادم قانون المحكمة الدستورية هو قانون مهم جدا وقانون محوري قانون تنظيم القضاء قانون أيضا قانون غير محدد الجنسية أيضا فيه قانون قدم لغير محدد الجنسية وفيه قوانين أيضا للمكافحة الفساد أيضا هذه قوانين موجودة وفيه قانون تنصيب القياديين نعم نحن بإذن الله نأمل خلال الشهرين القادمين أن يتم التصويت على هذه القوانين بمداولتين هذا طموح عندنا ونبع الحكومة للتعاون من خلال اللجان ترى الست القوانين التي تم إقرارها كانت بتوافق حكومي نيابي نعم لذلك تمت بمداولتين بتصويت الحكومة نعم دكتور أعلنت كتلة التنمية والإصلاح عن انضمام عدد من النواب وارتفى عدد الكتلة لتضم تسع نواب لماذا وافقتم على انضمام النواب يعني وهل من مزيد لا نعتقد إحنا رح نتوقف على تسعة الأخوان الأخ مبارك الوعلان الأخ عبدالله البرغش الأخوان في الحركة الدستورية قال لهم رغبة أن تصير كتلة التنمية كتلة أوسع لم نستعجل إعلان الكتلة بمجرد النجاح لأن شفنا خاص النواب الجدد مسهرهم مسهرهم مبشر بخير الأخ مبارك الوعلان أيضا مواقفهم مشرفة لذلك الكتلة ستقف الآن عن تسعة ونعتقد أيضا تسعة رقم كبير لكن يضم خيرة الناس يعني إذا في نائب رح ينضم لكم مثلا أي نائب يعني خلاص ما في مجال لدخول الكتلة لا إحنا ما عندنا قارب المنع لكن الآن التوجه أننا ما نتوسع التوجه أنك ما توسع ما نتوسع أنزين دكتور قدمت من شهر قدمت من شهر كتلة التنمية والإصلاح اقتراحات بتعديل بعض مواد الدستور إحنا رح نتكلم عن هذه الاقتراحات بالتفصيل ولكن دكتور تعتقد الحاليا يعني فيه أرض يعني خصبة يعني تستوعب هذه التعديلات أنا أعتقد على الأقل خلنا نبدأ الآن نقاش وطني نعم طرحنا قاعد نطرح التعديلات بناء على ثغرات شفناها نعم وأنا أقول يعني قضية التعديلات قضية ما هي يعني بدعة نعم أنا بذكر نص لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الله يحفظ سمو الأمير حفظه الله يقول خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي لأن هذا الدستور يمزج بين نظامين البرلماني والرئاسي ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق وإنما يجمع بينهما وهذا الوضع يؤدي إلى تداخل السلطات التشريعية التنفيذية وهذا ينتهي إلى تنازع بين السلطتين لأن كل منهما تسعى إلى تقليل الصلاحيات الأخرى الآن إحنا عندنا حكومة وهم أعضاء في مجلس الأمة ومعينين ويصوتون على مشاريع بقوانين هي من صلاحية السلطة التشريعية يصوتون على لجان تحقيق وهذه الحكومة ما لها غطاء نيابي يعني اليوم لو الأغلبية النيابية أرادت أن تسقط الحكومة تقدم استجابة وطيح الحكومة طيب وين غطاءها النيابي؟ إحنا كنواب لما نشرح قضايانا للشعب الكويتي أنا ببرنامج انتخابي بقول الصحة والتعليم وكافحة الفساد أنا نائب واحد وفي خمسين نائب غير الحكومة يصوتون وارد أني ما أنجح في تحقيق هذه الأهداف أنا لنا الآن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى بعد خمسين سنة دستور الكويتي غطى جانب كبير كان لنا الأسبقية في فترة من الفترات اليوم لازم نطوره ولا نطرح القضية طرح فردي ترحنا اليوم ما نقول إحنا ترى ما تعدل الدستور راح ننزل الشارع لا 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 إحنا ندعو الكل بما فيها الأسرة الحاكمة والسلطة والحكومة والجمعيات النفع العام والنقابات والسياسيين خلونا نبدأ حوار لكن ترى جزء من الفساد الإداري والمالي والتدهور أن نظامنا غير قابل للتطور وتنفيذ برامج إذن على كلامك دكتور أنه يعني الحين آن الأوان لإجراء التعديلات الدستورية ولكن دكتور البعض يقول لما تكلم النائب علي الراشد لمح عن تعديلات دستورية قامت الدنيا وما قعدت عليه ورفضته والمبدأ ورفضته وأصلاً أنكم تتناقشون في أي تعديل دستوري البعض يشوف أن هذا في تناقض في موقفكم لا أبداً أبداً ما هو تناقض هذا مثل عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام إذا وجهت للقاتل عقوبة صحيحة إذا وجهت لبريء العقوبة شائرة وظالمة نعم ما نقدر نقول في حكم بالمطلق نحن نشوف أين التعديلات رايحة تعديلات إذا النص الدستوري إذا كانت تتراجع فيها مساحة الحرية والمساواة في الدستور الكويت نحن نرفضها لكن إن كانت تتقدم نحن نقول شو الدستور الكويتي نص في مواده إنه بعد خمس سنوات يجوز تنقيح هذا الدستور لم يزيد من الحرية والمساواة فما نقدر نحكم أحكام عامة مطلقة حتى نشوف المضمون ومع ذلك أنا قلت ترى التعديلات في الدستور الكويتي جامد جدا لذلك نحتاج إلى توافق نحن اللي نبيه اليوم بعد هذه التجارب والإخفاقات مثل ما ذكر السمو أمير البلاد إن الخطأ الموجود يرجع إلى الدستور والتمازج بين نظامين البرلماني والرئاسي يا جماعة خلونا ندخل حوار مشترك ونصل إلى تصور مشترك لماذا لم تحاورته مع النائب علي الراشد لما طرح الفكرة الأخ علي الراشد كان يطرح يعني بغض النظر عن شخص النائب لما طرح نفس الفكرة اللي أنت الآن قاعد تقولها لا مو نفس الفكرة نعم مو نفس الفكرة لا لا الطرح يعني أن الدستور الكويتي جامد والحين الآن الأوان لإجراء أي تعديل دستوري عليه يعني أنتوا كنتوا ترفضون الفكرة بالمرة دكتور وقلتوا أن ما في موائمة سياسية وقلتوا أن حاليا ما في أي سبب يستدعي التعديل لا لا بالعكس إحنا كنا نقدم تعديلات على المادة الثانية إحنا مرافضين فكرة مبدأ التعديل وقدمنا تعديل على المادة 79 الآن إحنا مرافضين مبدأ التعديل القضية ما هي عنوين القضية تفاصيل مضامين المضامين اللي تفضل فيها الأخ علي الراشد إحنا نرفضها لذلك وقفنا لما يقول استجواب يجب أن يوقع عشرة إحنا نرفضها إحنا رايحين المرحلة إن استجواب رئيس الوزراء يصير نفس ألي استجواب الوزير فاصل ضروري الحين مشاهديننا فاصل ورح نرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا 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 تناولت المادة 56 و 80 و 82 و 97 و 98 و 101 و 12 و 13 و 16 هذه التعديلات تتناول إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين زيادة أعضاء مجلس الأمة إلى 75 حضور الوزراء جلسات المجلس ليست شرط لصحة انعقادها لا يجوز لغير الوزراء المنتخبين الاشتراك في التصويت على قرارات مجلس الأمة وجوب حصول الوزراء على ثقة المجلس على ضوء برنامج عملها إذن دكتور تتفق مع تعديلات سنائلة أنا أتفق مع كثير منها الحقيقة كثير منها كثير منها شنو اللي ما تتفقوا يا يعني أنا أعتقد أن في بعض التعديلات ممكن تدمج مثلا الأخ فيصل لحية تكلم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة هذه مادة 56 تعديل أن تحذف هذه المادة أنا أقول إذا ما تم زيادة أعضاء البرلمان من الضرورة بقاء هذه المادة وإلا راح يزيد عدد الوزراء وهم الآن يصوتون أنا أعتقد أنا في رأيي لما نتكلم عن تعديلات دستورية يجب أن تتوجه إلى التعديلات الأبرز وذكرها الأخ فيصل نعم منها أن الحكومة تنال ثقتها من البرلمان مباشرة وإذا البرلمان عندما تباشر أعمالها وتقدم برنامج عملها وإذا البرلمان لم يمنح هذه الحكومة الثقة نعم فتعتبر الحكومة مستقيلة لأن ما يجوز حكومة يعني الآن تباشر عمل بعيد عن التشكيل النيابي ثم بعد ذلك ممكن تستجوب في أي وقت إذن دكتور راح تقدمون أنتوا ككتلة تنمية وإصلاح تعديلاتكم نتوجه في التنمية والإصلاح أن نشكل لجنة نعم واللجنة هذه فيها الأخ فيصل المسلم والأخ محمد دلال وسنفتح التنسيق مع آخرين وبالتأكيد على رأسهم الأخ فيصل اللي حية أخ عبد الرحمن العنجري أيضا طرح مثل هذه القضايا هذه اللجنة راح تأخذ هذه التعديلات تبدأ حوار مجتمعي مو فقط حوار نيابي لذلك إحنا لا يصور لبعض التعديلات هي انقلاب على النظام انقلاب على الأسرة هالكلام ما هو صحيح نعم إحنا نقول خلونا نفتح حوار نصل إلى تعديلات تحقق المصلحة ترى إذا انجحت مسيرتنا البرلمانية والحكومية وصارت تنمية في البلد أول من يستفيد من ذلك هو النظام والسلطة والشعب الكويتي يعني انت قلت إحنا راح يكون في حوار مجتمعي شو نتقصد بالحوار مجتمعي؟ أقصد أن مع جمعيات النفع العام ندوات أنا أقصد اليوم القضية مو قضية أورقة كتب تقدم إلى رئيس البرلمان ويرفعها لسمو أمير البلاد عن طريق الحكومة القضية نبي توافق يصير عليها نبي الشعب الكويتي معانا نصل إلى قناعة مشتركة بضرورة هذه التعديلات إحنا نمشي وفق نظام دستوري استمر خمسين سنة الناس تأقلمت عليه تعتقد أن أي تغيير يحمل خطورة وأنا قلت حتى بعض نواب الأغلبية النيابية اليوم يقول إحنا ممكن نحقق صلاحات بدون تعديلات دستورية عن طريق دائرة وحدة عن طريق قائمة نسبية أو عن طريق أصلا تفعيل القوانين الموجودة بالدستور يعني في قوانين الدستور إلى الآن لم تفعل دكتور دكتور بالنسبة لأن الوقت بدأ يدركنا بالنسبة للأحزاب هل أنتم مع إشهار الأحزاب في الوقت الراهن؟ أنا أعتقد الدائرة الوحدة بدون قوائم نسبية وأحزاب أو هيئات سياسية ستؤدي إلى فوضة إذا أن هذه الأحزاب لا تعتقد في الوقت الراهن وخصوصا التجارب في بعض الدول بأنها ستكون فاشلة؟ لا أنا أعتقد إحنا ممكن نسميها هيئات سياسية هذه تجربة موجودة في المحرين هذه قضية إحنا دائما نربط العمل الحزبي بالتجارب العربية البائسة ما نربطها بالتجارب الغربية الناجحة أو التجارب الإسلامية الناجحة مثل ماليزيا تجربة إسلامية ناجحة لذلك خلونا ندرس تجربة جديدة تنظم العمل وتكون هناك أغلبية نيابية تشكل حكومة أو أغلب الحكومة مو شرط حكومة كاملة شعبية يعني ممكن يكون رئيس الحكومة أحد أفراد الأسرة الحاكمة ممكن مذرية مباركة أو غير ذرية مباركة بس لازم تشكل أغلبية نيابية تتوافق مع أو حكومة تتوافق مع أغلبية نيابية تمنحها ثقة مدة أربع سنوات نعم وتقدم برنامج ومسؤولة بعد أربع سنوات أمام الشعب الكويتي عن البرنامج اليوم خمسين نائب يقدم خمسين برنامج ولا برنامج ينجح لذلك إحنا في دوامة إذن يعني وجود الأحزاب ضرورة برأيك دكتور وماذا عن الدائرة الواحدة؟ أنا مثل ما قلت للشختي الآن أنا أقول هي ما هي عملية جزئية أحزاب ضرورة دائرة وحدة ضرورة إحنا يجب أن نراجع النظام الانتخابي كله أنا أرى النظام الانتخابي إذا رحنا الجانب للقوانين في ثلاث مرتكزات في دائرة وحدة في قائمة نسبية في هيئات سياسية وأحزاب وأنا بسألتش الآن الآن ما في حركات سياسية موجودة؟ طبعا موجودة ولكن غير مشهرة هي لب العمل الحزبي ليش ما تكون مشهرة؟ ليش ما تصير في رقابة على مواردها المالية؟ ليش ما تكون مفتوحة لكل المجتمع؟ ليش يجتمعون بدواوين؟ ليش ما يجتمعون في صلاة مفتوحة؟ إذا أنت دكتور مع الأحزاب ومع الدائرة الواحدة سنكمل الحديث معاك دكتور ولكن بعد هذا القاصل القصير مشاهدينا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 نعم شكرا للمشاهدة 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 الأعلى من هذا المنصب المنصب الأعلى الأمارة مثلا نعم لا طبعا ما عندكم هذا الطموح لا أبدا في الكويت في وثيقة بين الحاكم والمحكوم لو كان عندنا الطموح لما سقط البلد وذهبت الأسرة لفرضنا هذا الطموح وسعينا لهذا الطموح ولكن دكتور هذا قبل عشرين سنة الآن هل لديكم هذا الطموح طموحات تتغير لا طبعا ما لدينا هذا الطموح نحن أول الناس ملتزمين بالميثاق اللي بيننا وين الأسرة الحاكمة لكن كسلطة تشريعية وتعديلات حكومية والمشاركة في الحكومة هذا حق ترى ما فيه إلا الدول الدكتاتورية اللي تعتقد أن الوصول للحكومة والتمثيل في الحكومة والحكومات الشعبية هو انقلاب وهو خطر هذه الدكتاتوريات نحن في بلد ديمقراطي يحكم علاقاتنا حقي وحق السلطة هي وثيقة حقنا كشعوب مو بس كحركة دستورية هي السلطة وأنا نقول إذا هذه القضية تخوف عند البعض هذه يطلقها من يريد أن يخوف من الحركة الدستورية ويصنع عدو وهمي يؤلب عليها السلطة لكن لن تجدون ولن يجد الشعب الكويتي إلا من الحركة الدستورية وغيرها من ابناء الشعب إلا ولاء لهذه الأسرة وليسمو أمير البلاد دكتور الخطاب النيابي يعني ومستوى للأسف النازل في مجلس الأمة هل هذا راح يخليكم تصرون على لجنة قيم أخلاقية في مجلس الأمة أنا أعتقد ما نحتاج إحنا لجنة إحنا نحتاج تطبيق اللائحة نعم والآن الأخ رئيس مجلس الأمة الأخ عمد السعدون والمجلس بدأ يطبق اللائحة نعم واللائحة ستضبط مثل هذه التصرفات لكن اللائحة ممكن تحتاج إلى تعديل نعم حتى يصبح هناك مزيد من العقوبات يعني أنت بتجاه تغليظ العقوبة على النواب نعم أنا أدعم تعديل اللائحة بحيث يكون في عقوبات أكثر من الإيقاف أسبوعين عند الضرورة دكتور لأن المشرع لموضع الدستور الكويتي ما توقع أن تصل إلى مرحلة في نائب يبصق على نائب أو كذا أنا أعتقد الآن نحن نحتاج أن نعيد النظر في اللائحة الداخلية كيف يقرأ النائب جمعان الحربش مستقبل الحياة السياسية في الكويت أنا أعتقد الآن بعد هذه النتائج الأخيرة في 2-2 الشعب الكويتي قال كلمة نعم كلمة الشعب الكويتي بإذن الله ستنتصر أحسب أن السلطة التي انحازت نعم للشعب الكويتي في حل المجلس السابق والحكومة السابقة ستصل إلى قناعة قريبا أن الخير للكويت في إجراء إصلاحات تشريعية وتعديلات دستورية والنقلة في الممارسة السياسية من الحالات الفردية إلى البرامج برامج العمل والحكومة ذات الأغلبية النيابية تحقيقا لمصلحة البلد دكتور مصر اليوم تمر بمنعطة تاريخي كبير من خلال انتخابات الرئاسة اليوم سؤال بريء جدا دكتور جمعان الحربش من تتوقع أن يفوز للرئاسة بمصر ومن تتمنى؟ أنا أتوقع إذا صارت انتخابات نزيهة ستكون الإعادة بين محمد مرسي وأبو الفتوح نعم إذا الانتخابات نزيهة يعني إذا طلعوا غيرهم انتخابات منزيهة؟ لا أنا أتوقع هذا ظني أقول لك مثلا البرلمان طلع حزب العدالة اللي يمثل أخوان المسلمين الأول هو اللي وراه الحزب الإسلامي السلفي الثاني نعم صار اكتساح فإذا استمر هذا العمل في انتخابات الرئاسة أنا أعتقد مصر مقبلة على تولي رئيس مصري محافظ إسلامي في عملية ديمقراطية وتوقع نقلة كبرى بإذن الله لمصر لكن كل الثورات ستأخذ وقت حتى تصل إلى نجاحاته ومن يتمنى جمعان الحربش بأن يكون رئيسا لمصر؟ أنا أتمنى يصل محمد مرسي نعم أو أبو الفتوح لأنهم كلهم محافظين دون الدخول بالتفاصيل منه هذا نعم نتمنى لمصر أن يصل الأكفئ لقيادتها خلال المرحلة القادمة بإذن الله لأن نجاح التجربة المصرية نعم هو نجاح لكل العالم العربي لكن نفس الوقت خليكون واضح الكويت بمنأة عن انقلاب على النظام نعم الكويت كانت سباقة كأسرة وكشعب لوضع وثيقة وهي بعد الله عز وجل صمام الأمان لمزيد من الحياة المستقرة نعم عشنا مع هذه الأسرة عقود ومئات من السنين وسنعيش بإذن الله وبإذن الله سننجح في إيجاد صيغة سياسية جديدة تضمن الاستمرار لنا بمثل هذه العلاقة الوثيقة لمئات السنين الأخرى نعم نتمنى هذا الكلام دكتور نتمنى الاستقرار وضعنا السياسي ونتمنى الاستقرار أيضا لمصر هذا البلد الحبيب على كل العرب شكرا مشاهدين للمتابعة وتصبحون على ألف خير شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر